الأسنان جميلة. الحقيقة حوار الأسنان دايما جميل جدا. بصوا معاه. يعني فيه تلقصات جميلة قوي وتعلقة بالأسنان. النهاردة حوارنا صحيحاً وانو مهم جداً. تاي دايمون. واحدة من الحاجات اللي بنا نفرد بالحوار فيها. والنيفيدانت. لكن هنتكلم على إنه في علاقة وثيقة بين القلب السليم والأسنان النظيفة. كان زمان يقولك الجسم السليم في العقل السليم. ولا العقل السليم في الجسم السليم. دا صح. لكن دا كمان دلوقتي القلب السليم في الإنسان اللي أسنانه سليم. أسنانه نظيفة. طبعاً دا هو مفهوم جداً. لأنه الانفكشن والأرجانيزم أو الجراسيم الموجودة في الأسنان ممكن تسيء لعضرة القلب وعضرة القلب. بل وتسيء لشنان تيجي نفسه. تؤثر على شنان تيجي نفسه. دا في المنطقة الخطورة. برضو السجاية الإلكترونية بتؤثر على صحة الأسنان. خلي بالكم من السجاية الإلكترونية. طلعت موضة كتير جداً من الدراسات اللي تعمل في أمريكا. الدراسة دي تعملت في أمريكا. تعملت في الفيدرالية الأمريكية على 400 حالة لأمراض بالرئة نتجة عن السجاية الإلكترونية. لقوا إنه الأسنان بتاعتهم كلها في مشاكل كبيرة. طيب يدي الأسنان بالوصفات اللي عبر الإنترنت دا ممكن يسبب في حروف الوش. مش في حروف بس في اللسة. دا حروف الوش. دا الشفايف وداخل الشفايف بتتحرق. دا حرق. فما تبايتش سنانك إلا في منطقة فيه عن دكتور سنان. لكن من خلال وصفات ما ضمن لكش. الحوار النهاردة مسير وممتع جداً في منطقة تكنولوجية. في منطقة القرن الواحد وعشرين. الاثنين وعشرين. السبعة وعشرين النهاردة في حواري مع ضيفي. العزيز الأستاذ دكتور شادي علي حسين. كل الطب ببني علاقة داك نفس التشخيص. إهمال الأسنان كاليس يا دكتور عيمان. وتشخيص الأسنان حاجة في غاية اللي عمل. ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان. حشوات تجميل ايه يعني. يعني ايه كلمة حشوة تجميلية. طرامة لسه ما وصلش للعصب. يبينسميه العلاج التحفظ. دايما الناس بتهمل الأسنان في مرحلة ذات. عالم طب أسنان للأطفال بقى عالم مهم جدا. شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر. تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان. ما فيش حاجة اسمها قشرة من دار تحضير. أربع ساعة بتخلص الزرح. أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بأسنان هتطلع بأسنان. بس في الأول وفي الآخر انت ماشي بأسنان أحسن من اللي تدخل. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين. أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس. دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس. ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس. زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان. عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور. المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. تايدايموند تايفليكس. بدأت الناس تحفظ. أنا بدأت أحفظ بصراحة. تايدايموند يسمحوا لي أن يرحب بضيف العزيز. لسؤس دكتور شادي علي حسين. أهلا بي. تراهي من. تايدايموند فرضت نفسها مبهرة. هبلت الناس. أنا بصراحة ممسوط منها جدا. أنا فرحار يعني عارف اللي هو إيه تحس إن أنت بتعمل حاجة في القرن فعلا السبعة وإيش يعني. فيوتشر. فيوتشر. هي 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 الجميل فيها دكتور أيمان. خلينا نرجع الوراء كده ونفتكر مع بعض من ساعة مبتدينها في 13 كان في 13. 2013. 2013. كان كان أول ما تكلمنا أول حاجة دخلناها كانت الإيماكس. كوايز. واللي هو اللي سيبضايس اللي كاتي اللي هو البورسلان الزباكي. كوايز. وكنا كان إنوفيشن رهيبة جدا وكنا طلعين بيستموا وكنا وسطين جدا. والتكنولوجي وإن البلوكات بتيجي من ألمانيا وإن هي بتيجي البورسلان هاي كواليتي وبييجي البلوكات بنخرطها ودر من كنا بنبني بورسلان هنا والكلام ده كله. كنا وسطين بيجد. وبدأنا بتقابلنا مشاكل القوة. كويز. القوة إن أنا النهارده عملت بيه تركيبات حلوة وابتسامات جميلة لناس عندها سنان. السنان فيها مشاكل. ولكن في سنة أنا أقدر أحمل عليه. وبعدين تردت الناس الاكسبيكتيشنز أو الديماند والرغبات في التكنولوجيا وتوقعهم مننا. وكنا من النوع من نهزر ونقول للناس فاكرنا إن هتا بنطلع أرانب من تحت الطائق. سحر. سحر. لذلك تقديد الطائق دي سحر. سحر. وهذا هقول له حالتك ليه. فخليني. فلما نمشي على نفس التراك. طيب لا أنا أنا بحب دايما ناخد تايم لاين عشان عرف أنا كنت فين وبقيت فين وعيد أبقى فين. فجل الناس كانت موصولة قويل فالطلبة تطلب مننا نعمل كباري بالإيماكس فوجئنا إن القوة بتاعته ما تسمحش نعمل ليه كبري. فبتدينا ندور على بدايل والعالم كله إحنا محشين مع تكنولوجيا العالم. بتادي تطلع الفون الألاتومي كالزيركونيا أو اليو تي أم ألو. بتادينا نتكلم. كلام ده كان في 2017 يمكن. لا زيركوني. آه. 2016. 2016 أواخر. 2016. 2016 قدنا نتكلم على الألترا ترانسلوسينت زيركونيا أو الألترا ترانسلوسينت مالتي لاير زيركونيا اللي هو اليو تي أم أل. وبرضو كانت إنوفيشن جميلة جدا إن احنا نعمل زيركونيا كانت شكلا ما أضفتش زيادة عن جمال الإيماكس بس حققت سبكترم أعلى أو مجال أعلى للناس اللي ما عندهمش سنان خلفية. عشان هي صلابة. عشان هي صلابة. عشان تطحة. عب الضبط فقال. عدت شرع الفكر لغاية دلوقتي حلقاتك فيها لما عدت تشرح للناس فكرة الفيزياء والقوة الصلابة واللود. عمل والطحن والخلفي إزاي الطحن فيه ما عدتك أفضل. فأصبح أنا الأول كان الناس ما عندهمش يعني كان الأول التبشير والحاجات اللي كنا بنشوفها زباين دي فابتدت الإيماكس غير فكرة التبشير من التبشير لللوقل. لو تفتكر كنت بقولك السنانية التبشير والسنان اللوقل. وبعدين بعد كده ابتدينا إن احنا نغطي كمان الناس اللي عندهم فقد جزئي للأسنان الخلفية عن طريق الزركونيا الشفافة اللي بالكمبيوتر. فعالجنا تقريباً 80% من الpopulation أو 80% من الناس اللي راغبين في علاج الأسنان. كان بيجي لنا بقى مرضى عندهم فقد مش أسنان بس فقد أسنان وعظم. فكان الحل دايماً إن احنا نعوض العظم المفقود علشان أقدر عوض الحجم ده عشان أقدر أسند الفم وارجع الشكل الوش للشكل الطبيعي بتاعه فمحتاج أطلع لبره. فالزركونيا قاة قوية بس ما تقداش تطلع بره محيط الفك علشان خاطر الفك نفسه تراجع مع فقد العظم. فابتدينا طب كنا بنعمل عمليات حوض وبناخد. معلش دايماً والنبي معلش الحطة دي دايماً محيسة للناس مش تتفهم. حطة إن الزركونيا قاة قادراش تطلع بره محيط الفك. معلش ننزل للبسطاء عجل نفهمهم يعني ايه محيط فك. بص حديثة. يعني أنا لو بصت كده مثلاً على الكوباية وانا عايزة حط هنا لوح إزازة. كويس؟ طالما أنا محمل على حفة الكوباية كويس. اللوح الإزازدة إليس تتكسر. مش هيتكسر مسنود كويس جدا لو طلعت برة الكباية لبرها على الهوى وقمت ضغط لوح الازيز ده هيتكسر فكل ما هو زجاجي ما ينفعش تطلع به من غير ما يكون مسنود فده مشكلة الزركونيا والإيماكس أنا مقدرش عوض بيها فقد عظمي تراجع العظم الخلف إن أنا محتاجة أرجع الوش لبرة محتاجة أحط السنان دي لبرة وخصونا مع كبار السن العظم هنا بيربع لجول؟ والله يا دكتور أيمان والصغيرين كويس فالفكرة في إيه؟ الطايتينين بقى إدانا القدرة إن أنا محتاجش إن أنا كنا الأول بنعمل إيه؟ أنا عندي الحتة دي مفقودة فكنا نقيس القدر بتاع الحتة دي قد إيه؟ وعايز حدوط حصان كده حاجة على شكل حدوط الحصان أحطها لبرة عشان تطلع العظم لبرة عشان بعد كده أزرع وأحط التركيبة لبرة تمام؟ فكنا بناخد شكل حدوط الحصان ده من عظمة الحوض كنا ما دخل المريض أبيني كله وناخد الحتة دي من عظمة الحوض ونركبها وبعد ستة شهور تلحم مع عظم الفك أبتدي إن أنا أزرع وأبتدي أحط عليها الزركوني فإبتدينا نفكر بشكل عكسي هو إحنا بنعمل ذراعة الفك ليه؟ لما بي... علشان خاطر لما يكون ما فيش عظمة خالص آه دي أول ثبب وعلشان خاطر لما يكون العظمة تراجع لورا عشان يرجع الشكل الجمالي بتاع الوشن فكانت دي جراحة تجميلية بتاع جراحة وجوه فكنا كويس فكانت كوستي تكلف المريضة تلوس كتير جدا كانت عملية مؤلمة مش سهلة يعني مكان اللي خدت منه العظم تباولة يعني عملية عمليتين عملية فوق عملية تحت ودخلت العين بين كل والكلام ده كله فكانت بالنسبة للعين مش حاجة لطيفة فابتدينا إن إحنا نعمل أول ما عملنا التلتين يوم لا أنا بقدر بقى العظم وراء دي ما هو أطلع بالعظم بالتركيبة البرة وهي مسنودة على إيه؟ على الفريمورك بتاع التايتيني وحط الزركونيام بقى على التايتينيام فبدل ما أنا كنت بحطها أطلع بالعظم لأنا أحطها على التايتينيام بتاعي في المكان اللي يعجبني فبالتالي أنا أعدت تشكيل الوش بالكامل كأن على فكرة كأن التايتينيام ده كبرى معلق كأنه كابول بطلعه وبعلق عليه بالزبط كده بالزبط كده فبالتالي ممكن معنا من ضمن الحالات حالة فقط ليه الفك اثنان الفك العلوي مع عضم الفك راح راح فيش عضم عملنا إيه؟ عملنا للراجل ده فريمورك زي ما حالك شايف كده الفريمورك تايتينيام الأول كمان؟ صورنا عملنا الديزاين عملنا الفريمورك تايتينيام بتاعتنا والمنظر زي ما حالك شايفه كده كويس؟ ده كان عنده الفك العلوي والفك السفلي لتنين في يوم مشكلة المنظر الفيديو زي ممكن من ضمن الحاجات أنا بقيه بصر جدا جدا شايف المنظر قبله والمنظر بعد شايف التراجع بتاع الفك شايف الارتخاء بتاع الشفة اللي موجود بتاع الشفة العلوية بالذات اللي موجود في الفم الدزاين مهمة قوي تصميم مهمة قوي الراجل ده حضرتك هتشوفه هتقول عليه في أواخر التلاتينات في أول الأربعينات بعد قصلا هو بتكلم هو بيتحك إنما لو حضرتك ليه؟ علشان ارتخاء الشفة العلوية مع السن بيؤدي إن الفك السفلي هو اللي بيبان والفك العلوي ما بيبانش فده بيحصل مع عنصر الجاذبية فإحنا بنقصد إن إحنا نطلع بالأسنان لبر علشان خاطر أقدر أعمل تركيبة تخلي الأسنان دي تطلع من غير تطلع من غير ما تتسند فصغر الشخص ده عشرين سنة أنا مش بس هعمله بتسنة برفع وشه أنا هعمله عملية تجميل بالضبط فيسلفت فيسلفت صعب فيسلفت في الميدل فيس أنا هجمل الوجه عن طريق التركيبة من غير مضرب مشرط في الوجه من غير ما خلي المريض ده يعمل أي عملية تجميل هيبان أصغر عشرين سنة إحنا عاملين الكامبين بتاعتنا هتصغر عشرين سنة كويس هتصغر عشرين سنة ليه؟ لأن ده what's really happens كل سنة كل عشر سنين الشفة بتنزل اتنين ملي الاتنين ملي دول بيكشفوا الأسنان السفلية وبيغطوا الأسنان العلوية فبالتالي أصبح المريض بيبقى مكشوف عنده ستة ملي وهو في سن التلاتين لما بيوصل أواخر الخمسينات الستة ملي دول بيختفوا بالكامل وبيظهروا ستة ملي تنين في الفك السفلي أنا النهاردة هقدر أعمل تركيبة أخلي المريض يبان عنده ستة ملي في الفك العلوي فبالتالي هيصغر عشرين سنة أقوم أربعة عشان بس نبقى صدقين أربعة ملي أربعة ملي كويس فدي العشرين سنة فالفكرة في إيه؟ يمكن معايا حالة تانية ملفتة جد ليه بقى؟ لأن الحالة دي هو عنده أسنان سفلية وما عندهش أسنان علوية الأسنان السفلية باينة ووضحة بشكل كبير ممكن هبان في الصورة هو الأسنان السفلية موجودة وأسنان العلوية مش موجودة انت منقل كبان حالتين صعبين الوش نفسه وش مصري مصري هو ده هو ده وش صعب تقيل heavy face هم الحالة اللي اتنين سوا عدي والله ماشي عربي الوش عربي heavy face بالزبط فالمريض كان الفك السفلي موجود موجود شايف فك السفلي أسنان موجودة فك العلوي الأسنان مش موجودة فباينة قوي وريماركب القوي الأسنان بتاعت الفك وعايز أقولك بقى في الصورة دي هو كان عامل تركيبة سيئة على بعض الأسنان القصيرة فهو بيتحكدها وعنده أسنان بس مش باينة تفاقمني تادينا نعمل ديزاين عملنا زرعب بتاعتنا عادي جدا ما عمل نروش زرعة عضل لنعمل ديزاين إن إحنا هنطلع الفك العلوي البرا هنطلع الفك العلوي البرا بص حريك بابا بيتحك أصبح باين عنده أربعة ميل زرعة عشرية سيئة هنطلع أول عالعولو هو العلوي أنا معتش غير العلوي أنا معتش العلوي بس ليه ما يعمل السوفي كمان لا ما السوفي كان كويس الأسنان الطبعية كانت موجودة كويس شايف حضرتك الفرق أولا تحت مش باين أي حاجة من الشف فوق بان شف تحت النتوءات اللي موجودة الصورة دي بعد التركيب مباشرة الرجل ده بعد شوية كمان هبص لقي خلي بالكم أن الصورة اللي تحت سبعينات الصورة اللي فوق خمسين هو فعلا صغر بتاع خمسين سنة عشرين سنة كويس لما بيتكلم سبعينات تحت فوق خمسين أيوة فلما بيتكلم شكله باين أصغر بكتير ده الفاليو بتاعة التايتيني عندي برضو حاجة تانية مهمة جدا من الفاليوز المهمة جدا أو الموصل الكبيرة في التايتيني إن أنا أقدر أزبط عضة لو المريض أحيانا كتير جدا المريض يروح يبقى عنده ارتفاع السنان قصيرة أو الترابيش المعمولة قصيرة فعايز أطول طول الترابيش دي بحيس إن أنا أقفل العضة وخال المريض يعرف يمضغ كويس السنان اللي أنا بتقضش على بعض لأي سبب من أسباب حاجة خلقية حاجة تركيبة وحشية اتخلعت السنان ولفت وبعدت عن بعضها وتبر الكوز إيه أسباب متعددة ما تقدرش تطلع بارتفاع أكتر من ارتفاع السنة الطبيعية اللي هو 8 ملي أو 10 ملي بكتير تنزل 14 ملي ده تبقى أنت يعني عملت اللي ما يعمل عشان تنزل بالسنة بطول السنة بعيدة عن إيه؟ عن السببورت بتاعك اللي هو زراع القوة لما بنعمل تركيبات تايتينيام بقدر أوصل بيها لحد لأنني بعمل التايتينيام الأول وبغطيه بعد كده بالزركونيام أقدر أوصل لحد 22 ملي فأقدر أقفل العضة في الفك الخلفي تماما فإذا إحنا قدرنا إن إحنا نغطي الفول سبيكترم بتالت حاجات يا دكتور أي لما نجي نقسم بقى أنواع الحالات والإنديكيشن أو الحالة اللي محتاجاها اللي علاج بتاعها والفوايد اللي أنا خدتها من كل مادة عايزة أعمل قشرة تجميلية واحد عنده سنان سنان اللونها وحش شكلها وحش فيها بقع سودة فيها بقع بني فيها خطوط صفرة فيها خطوط بيضة مش هجبني شكلها بتاع فراغات هعمل له إيماكس مريض تاني عنده فقط جزء لبعض الأسنان وهعمل زرعة أو هعمل كبري على قد سنتين تلاتة يبقى هعمل له Ultra Translucent Multi Layer زركوني مريض ما عندهش سنان فشاتان في الفرق إن أنا أعمل فك كامل بزركونيا أو طبعا إيماكس مستحيل دي الكسر تاني يوم زركونيا أو تايتانيوم هنا وهنا تايتانيوم أعلى كتير في الفرق باي فار باي فار التلاتة موجودين بس كل واحدة ليها مميزات عايز تزرع فك كامل ما تفكرش إنك تعمل زركونيا دي وقت الطايتانيوم كان زمان إحنا كنا بنعمل زركونيا بس ما كانش عندنا حل تاني إنما النهاردة زراعة الفك الكامل أحسن علاج ليها مش هقول العلاج الوحيد عشان ما حدش يزعل مني عشان الناس كانت زمان بتزعل مني لما أقول ما تستخدموش الزركونيا في البنيرزو ما تستخدموش الكمبوزوت في الأنتيريوم وكانت الناس بتوقع تقولش هادي بيقول ما تعملوش كذا فبدل ما نقول مش هنتعمل بس أحسن علاج أحسن تعويض لتعويض الفك الكامل على زرعات هو الطايتانيوم فبالتالي إحنا قدرنا نوصل جميع الفئات العمرية وجميع الأنواع العلاج للأوبتمام الصغير عايز يعمل قشرة أو الكبير بس اللي عنده سنين لنا ما ناخدهاش بالسن اللي عنده سنين وعايز يعمل عليها كافر والسنة تريمة وموجودة أو فيها بعض التساوس يبقى الإي ماكس أحسن حل وحل سريع وبيخلص في جلسة أو جلستين عايز أروح بقى لنفيجيشن أو النافيدانت خدم يعني مع التايتانيوم التايتانيوم دا وسيلة طب هركب الوسيلة دي هي الأداة هي الماكناة هي اللي بيشتغل عليها النافيدانت عشان ما لاخبطش الناس ايه هو النافيدانت دي اللي هي رحلة أو النص التاني من الرحلة بتاعت الزراعة اللي هي إن أنا أقدر أزرع الأسنان عن طريق الأشعة التفاعلية أو إن أنا أفضل ماشي على تراك ديورنج الجراحة ولو حكينا سريعاً أنا عارف طبعاً الدنيا أنا بأخد وقت كتير بالله بتنطلق بتنطلق وبعدين بقى بالحماس كل مرة بتوبقى أكثر حماساً أنا قوي 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 في النتائج سرعة نتائج إحنا كانت الناس خاصة إعادة تكوين الفك الكامل كان بتزعل قوي من إن أنا أخد وقت كتير علشان أخلص شغلي الطايتين يمفرق معنا قوي في الكلام ده خلصنا بسرعة خلصنا بنتائج ممهار نافيدانت ده برده نافيدانت بقى قصته ببساطة إنه هو وفر علينا وقته وفلوسه أنا النهاردة كنا مبسوطين قوي بفكرة إن أنا أعمل أشعة مقطعية وأعمل تخطيط قبل الجراحة بدل مفتحة وده كان بالنسبة لنا الألتمت كان أو كان أعلى حاجة بعض الحالات أنا النهاردة كنت بحتاج عمل لها دليل جراحي بحتاج عمل لها دليل جراحي ليه؟ علشان خاطر قريبة من العصب ماشي وراء الجيب الأن فيه عامل تركيبات عامل حتى كذلك العظم يضوبك بالزبط فكنا بنعمل لما بيبقى عندي الموضوع طايت جداً كده فبالتالي بقوم عامل إيه؟ بضطر إن أنا بعمل حاجة اسمها دليل جراحة إن أنا أعمل دليل حاجة زي حاجة بلاستيك كده مخرومة بشكل معين إن أنا أمشي في اتجاه معين عشان أنزل بالذرعة في المكان اللي أنا خططه إنما هل أنا بيبقى عندي رؤية للعظم أثناء الجراحة؟ لا أنا بيبقى عندي تخيل لشكل العظم قبل الجراحة إنما ما عنديش رؤية فعلية أثناء الجراحة النبي ده أنت بقى حقق لنا ده قدرنا إن إحنا نجيب الأشعة المقطعية ونعمل لها تناسق أو تناغم مع الفك بتاع المريض تطابق تطابق والجهاز عن طريق ماركرز الحاجات المسلسات السوداء والبيضاء دي بيقدر يعرف الأداة فين والرس فين والسنة فين مجسات حلو قوي الكلام مجسات فعلا بتعرف أداة هي فين المكان اللي هدخل فيه أهو بالظبط فالمجس مع الهدف تطابق مع الجاذب نفسه فيه كاميرا موشن ديكشن كاميرا تقول لك كمش ادخل هنا تشوف المجس ده تيجي تقول لك أنت بالنسبة للعظم ده أنت في الحتة دي فتبتدي نعمل تخطيط للزرعة زي ما كنا بنعمله قبل كده بس بدل بقى ما بنعمل دليل جراحي فكان بياخد وقته كان بيكلف المريض فلوس دليل جراحي ده كانوا بنعمله للسن الواحدة بتاع التلاف جنيه وللأسنان كلها كان بيوصل لفت وسبعة تلاف جنيه النهاردة ده بلاش ليه لأننا النهاردة مش محتاج أعمل أي حاجة فيزيكال مش محتاج أعمل حاجة مادية علشان خاطر أنفذ العملية لا أنا مجرد أن أنا هحط الزرعة والجهاز شايفني فخلص هو الجهاز موجود كويس وإحنا بنقدمه خدمة ليه أن التكنولوجيا دايماً بنقدم بنجيب أحبس الحاجة علشان خاطر نقدمها للمرضى بتوعنا ونديهم أحدث ما يمكن فبالتالي إن هو يشوف إن إحنا نعمل العملية دي يجي نمشي بالزبط بالزبط في المكان اللي إحنا عايزينه فيبقى أسرع أقمن بكتير جداً أنا عارف أنا رايح فين مش أخبط عصب مش أخبط جيب أنفي مش هدخل فيه كيس دهني بالزبط ولو حصل أي متغير أثناء الجراحة هتقدر تتعامل معنا لأ حتة دي بان في فم هاش حلوة كان بيجي ساعات نعمل تخطيط أنا بخطط على الأشعة أعمل تخطيط أبص ألاقي إن العظم إن الفتحة الفم صغيرة جداً مش هتباني في الأشعة مش باني في الأشعة فتحة الفم فتح بقق قد أقصى فتحة مش بتباني في الأشعة فلاقي إن المريض بققه بدل ما المفتوض يفتح كده فتحة كده بس فأنا مثلاً عامل دليل جراحي اتجاهه إنه هو يخش كده تمام فالفم مفتوح قد كده فالاتجاه ده هو اتجاه فعلياً مستحيل يعني حضرتك قدل البقق كده أنا محتاج إن أنا خش بمسافة قد كده عشان أقدر أدخل دي محتاج إن أنا خش بمسافة قد كده والمسافة عندي قد كده فبالتالي أنا محتاجة غير لاتجاه له هخش منه خلي بلايكم الأشعة المقطعية ما ترسم ليش البقق بيفتح حد إيه بتواريني الفك لعلم الفك السوفلي بس فدي أحد المتغيرات اللي كان بتحصل معنا أثناء الجراحة أبص ألاقي نفسي مش عارف أستخدم الدليل الجراحة اللي أنا عملته اللي أنا عملته خلاص هتخش إزاي في الـ الاتجاه ده الاتجاه ده مش تعرف خلاص خلاص مستحيل فهتبتدي لو أنا بقى في الوضع ده أنا لجاي داخل من الاتجاه ده لقيته مستحيل طب أخش من الاتجاه ده فاهم؟ وعارف أنا رايح فين برضو الجهاز هيقول لي أنا رايح من قاني حت ده نقطة تانية أحياناً بيبقى في بعض الناس عندهم إعوجاج في الفك كويس؟ فتبص تلاقي إن أنت المكان اللي أنت حطيته في اتجاه هتحط السنان في الآخر مش في الاتجاه اللي أنت كنت متخيله يعني الميدلاين أو خط النص بيبقى عادة متناسق مع خط النص بتاع الفك يعني خط النص بتاع الويش لو نرسل مع خط النص بتاع الويش ساعات الناس بيقى عندهم تأكل جزئي جنبها أكتر من جنبها فتلاقي الفكة كله مرحل شماء مثلاً فلو أنا حطيت السنان على الأشعة بنحطها إن هي مرحل شماء كنا بقى منتفاجئ بالكلام ده فين؟ بعد ما نيجي نحم كويس؟ وكمان ما أقدرش إن أنا أرحل ناحية دي لأن أنا هحمل على الهوى والزركوني ما يكسر دلوقتي لأ أنا والله لقيت البلانينج بتاعي أو البلانينج بتاعي في أي مشكلة ديرون جراحة إنهم رحل أهم جاي عامل إيه؟ أهم رايح مغير للاتجاه وأنا جوا الجراحة وشايف وهعمل في الاتجاه المظبوط وهعمله تايتينيوم هسابورت الويش يبقى أنا حليت المشكلتين بالنفي دينت وبالتاي دايمت أجمل عاجة أن أنت بتسريتلي نظرية مهمة جدا في العالم الطبي مش في عالم طب الأسنان بس إنه الإيمان بالتكنولوجيا والعمل عليها واستقدامها وتعلمها والتعلم ليها شيء مهم جدا للتقدم الحماس لطرحها رغم صعوبة الطرح وتعقيداته كل ما يكون الحماس أعلى كل ما بيدخل قلوب الناس وعقولها يعني أنت طالب أنا بدأت أفهم الناس بدأت أفهم بأن الطب الأسنان في النهاية ما هو أنا مش طب أسنان فإن أنا بدأت أفهم أكيد ناس بدأت أفهم وكل مرة بيفهمهم أكثر رغم أنت بتوكب صعب ضيف العزيز المبدأ دائما أستاذ دكتور شهد علي حسين نورتني وعسعدتني بناكتني بناكتني